دكتور سامي كنا بدأنا بالحديث عن الكورونا والوضع الوبائي بشكل عام بنقول الحمد لله أن احنا وضع مستقر جدا ولكن حوالينا بدأ يكون فيه شوية تقلبات وده بيدينا مؤشر أن احنا برضو لازم نكون واغدين حضارنا بشكل كبير عايزة عارفة نحكي فكرة اللقاحات المصرية بقى اللي حكومة مصنعة عندنا دلوقتي الناس بتتساءل عن هذه القصة فكرة التصنيع نفسه ده شيء لابد منه لأن أنا هتجع بس لسبوع اللي فات كنا نتكلم على فكرة التبرد ببلازما أو فاصل ببلازما فاصل ببلازما الدولة فكرت فيه لأن معظم الدول اللي بتديك منتجات البلازما ابتدت تمنى تصدير منتجات البلازما فكلا لازم تصنع أنا كدولة لازم برضو أبقى عندي الاستعداد أن أنا لو حصل حاجة لقدر الله ما موجود اللقاح اللي بتصنع هو اللقاح بيحمل نفس كفاءة اللقاح المستورد الدولة مهتمية أنها يتوفر اللقاح مهتمية أنها يتوفره بكفاءة عالية بكفاءة خضعة لتدريب أو تجريب الدولة قبل ما يفعل هو ده اللي احنا بنعمله في المرحلة دي؟ ده اللي الدولة بتجري فيه مش بتعمله يعني المشروعين لو حاجة وفكرت فيهم بهدوء هو أنا ليه الدولة بتجري بكل قوة في حتة فصل بلازم ليه الدولة بتجري بكل قوة في تصنع اللقاح أو تصنع الدواء لأن ده من ضمن الأمن الاستراتيجي الدوائي أو من الأمن الاستراتيجي الطبي أنا ممكن يكون عارف كتشخص العيان لكن ما عنديهش الدواء اللي عالقوا به أنا ممكن يكون عارف أن الحالة دي محتاجة لقاح لكن اللقاحتها مش عانت وهذهب بمثال بسيط الهند الهند كان عندها اللقاحات بس الكمية ما كانتش بتغفرها فالهند عانت ما عانته لكنها دلوقتي الأمور أنت بتديد تاخد مسافة أو خطوة أو خطوطين ثلاثة قبل المشوار فده استعداد أو مجهود يحمد للدولة أنت بتديد تاخد الكيرف أو تاخد الاستعداد قبل ما تبدأ تخش في دائرة الخطر طيب عايزين نجاوض على سؤال ناس بتسأله هو أنا ليه لازم أخذ الفاكسين لأن فيه ناس ما زال فيه فاقة برضو ما عندهاش القناعة الكاملة بس احنا بنقول لازم تاخد الفاكسين ليه؟ أبسط إجابة أن أنا أقلل الأعراض أو أقلل المعاناة للمريض هيعاني منها بدون الفاكسين نعم يعني الدرسات اللي اتعاملت على الناس اللي اتلقوا الفاكسين أو أخذوا الفاكسين فيه ناس منهم جالهم إصابات بس إصاباتهم مرة طفيفة ما كانتش بالعنف يعني الحالة بدل ما تبقى من متوسط العنيف بقت حالة طفيفة بقت زي مجرد دولبرد الإجابة التانية أو الجزء التاني أن الفاكسين بيقلل من فرص التحور للفاكسين عدم وجود الناس اللي هي مش تحمل الفاكسين يساوي أن الفاكسين عنده مجال أو عنده فرصة للتحوير نفسه الفاكسين بيقلل من فرص تحور الفاكسين ده أبسط إجابة ممكن نرد داري طيب ترجمة نانسي قنقر